الآن أبنائي سوف نتحدث عن شيء اسمه الاستدلال بالتراجع أو بمصطلح آخر نجده البرهان بالتراجع يعني فيه مصطلحان مهمة متشابهة لواء استدلال والبرهان إذن لننطلق على بركة الله قال الاستدلال بالتراجع عندنا مبدأ الاستدلال بالتراجع يعني كيفية الاستدلال بالتراجع تابعوا جيدا قال P لآن خاصية متعلقة بعدد كيف هو عدد طبيعي آن إذن أول شيء الاستدلال بالتراجع يكون لما نجد عبارة فيها الآن ليس الـ X إذا قلنا مثلا هنا F لـ X تساوي لنا مثلا 2X زائد 1 ونريد قال برهن على عبارة معينة نقول أنها نبرهن ببرهان بتراجع هذا لا يجوز إنما حيث الـ X يقول عدد حقيقي لا يقول إذا أعطيت لنا مثلا F لآن مثلا تساوي لنا 2X زائد 1 وأراد منا أن نثبتها على علاقة معينة مثلا يقول لنا أثبت على أنها أكبر من نصف مهما كان الآن هذه هنا أبنين نطبق ما نسميها البرهان بالتراجع أما العبارة إذا كانت متعلقة بالعدد الحقيقية فلا يجوز التحدث عن الاستدلال بالتراجع هذه كمعطية مهمة جدا للمعناها متى نستعمل البرهان بالتراجع قال مسلمة إذا بيلي أن خاصية متعلقة بعدد طبيعي أن عندنا كذلك أن سيفر هو عدد طبيعي يعني هو بداية هو الحد الأول المتتلية نتابع جيدا أبنائي للبرهان على صحة الخاصية بيلي أن من أجل كل عدد طبيعي أن أكبر من أو يساوي أن سيفر يكفي سوف نلاحظ ذلك بأمثلة عدة وعددة ستفهمون إن شاء الله أولا إذن هنا خطوات البرهان بالتراجع مثلا نعطيكم مثال أبسط وبسيط نعطي لنا مثلا إثنان أن يقول لنا أثبتها بالتراجع أنها أكبر من الصفر هذه العبارة مثلا إثنان قوة أن أكبر من 8 من الصفر قال أولا نتأكد من صحة الخاصية من أجل آن صفر ركزوا نعطي مثلا للآن نعطي له الصفر ماذا سبح لنا إثنان قوة صفر إثنان قوة صفر كم هي يا أبنائي هي واحد والواحد أكبر من الصفر إذن ها هي مرحلة التأكد قد ظهرت نتأكد من صحة الخاصية من أجل ماذا من أجل آن أخذ صفر هذه النقطة الأولى يقول أحدكم يا أستاذ هل دائما نعوذ بالآن يساوي صفر لا ممكن أن مرات تقول لك حيث أن ينتمي إلى آن نجمة يعني تنطلق من آن يساوي واحد حسب طبيعة كل التمرين يعني الآن هذه المرحلة الأولى إذن مرحلة التأكد قد ظهرت نأتي الآن إلى المرحلات التي بعدها مرحلة نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل عدد طبيعي كيف آن ما معنىها؟ ركزوا أرجوكم معنى هذه التي طلبت منا أن نبرهنها في البرهن بالترجع نفرضها هذه الأول الشيء يعني تفهموه أن الشيء إذا طلب في البرهن بالترجع أن يبرهن أن تقم بعملية الفرض قل أنه صحيح هذه سميت بي لأن نسبة إلى هذا الآن إذن هذه الخاصية تسمى الخاصية بي لأن نسبة إلى أن وهذه سميت بي لسفر نسبة إلى أن أخذ هنا كم؟ أخذ هنا العدد سفر ركزوا أرجوكم ثم عندنا ماذا؟ تابعوا من قال عدد كيف آن أكبر من أو يساوي آن سفر أي أن بي لسفر ركزوا جيدا أبنائي الفرضي بالترجع ونبرهن إذن الذي طلب منا أن نبرهنه نفرضه ونبرهن الخاصية من أجل آن زائد واحد ما معنى آن زائد واحد؟ ركزوا هنا إذا فهمتم هذا المثال البسيط يكون عفوين كل أمر نضيف هنا بكل بساطة معنى أراد من أن نضبط آن زائد واحد هذه بي لآن زائد واحد معنى هنا نضيف زائد واحد إذا أثبتنا معنى إثنان قوة آن زائد واحد أنها أكبر من السفر ذلك هو البرهن بالترجع تعالوا كيف تقول القائدة؟ تقول القائدة نقول قلنا هذه التي باللون الأحمر فرضنا نقول لدينا من الفرضية ماذا؟ إثنان قوة آن أكبر من السفر هنا من الفرضية الشيء الذي فرضناه ركزوا ما رأيكم أبنائي لو نضرب من هنا في إثنان ومن هنا في إثنان تصبح لنا إثنان قوة هنا هذا عنده أس واحد وهذا أس آن تصبح لنا جمع الأس آن زائد واحد أكبر من ماذا؟ هذا كم أبنائي السفر هذه قد ظهرت الخاصية أنها مبرهنة دائما تنطلق من الفرضية الفرضية قلنا أنه إثنان قوة آن كيف هي أكبر من السفر ونبرهلتي بعدها من أجل آن زائد واحد فأقمت بالضرب في إثنان تصبح هنا تقنيات فضربت في الإثنان فظهرت هذه الخاصية هي بي لان زائد واحد أي كيف هي محققة ومن هنا في الأخير وأخيرا وأخيرا إثنان قوة آن أكبر من السفر هذا السؤال الأول الذي طلب منه إذا لاحظتم عن البرهان بالتراجع ما هي الخاصية التي يتميز بها يتميز بخاصية فيه مرحلة التحقق ثم مرحلة الفرضية ثم مرحلة البرهان بأبسط طريقة ممكنة أبنائي لاحظوا عند قال الانتهاء من المرحلتين نقر أن الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي مثل ما قلت هنا معناه أثبتنا أن نقررنا أن هذه دائما دائما محققة إثنان قوة آن أكبر تمام من السفر طبيعي أكبر من أو يسين آن سفر لاحظوا جيدا أبنائي نترجم الشرط نترجم الشرط الثاني بالقول أن الخاصية ورثية أي أنها تنتقل من آن إلى آن زائد واحد كيف مثل ما قلت على هذه اثنان قوة آن زائد واحد أثبتنا معناه هذه نقر على أنها صحيحة والتي بعدها نثبتها على أنها صحيحة دائما التي تعطى لكم أنتم قوموا بعملية فرضها هذا هو الأمر بسيط فقط هكذا التأكد من الخاصية الخاصية من أجل آن سفر ضروري مثلما قلنا أنه وجدنا أنه إثنان قوة سفر أكبر تم من السفر لأنها تصبح واحد أكبر من السفر لأنه يمكن أن تكون خاصية ورثية دون أن تكون صحيحة نعم يعني فيه بعض الحالات تظهر لك أنها صحية لكن هي لا غير صحية تلك الخاصية عندنا ها هو مخطط إذن ماذا عندنا هذه الأولى مرحلة الأولى أن القضية بيلي آن سفر يعني مثلما عوت بقبل بيلي سفر محققة إذا كانت بيلي آن زائد واحد صحيحة هذه المرحلة الثانية فإن يعني أنت ماذا تقوم أبناء يقوموا بفرض تلك الخاصية التي تعطى لك وأثبت التي بعدها بزائد واحد الخاصية من أجل كل عدد طابعي آن أكبر من أو يسوي لنا آن سفر بيلي آن بيلي آن هذه كلمة بيلي آن معنى خاصية الآن بعدما فهمنا هذا الأمر ها هم أمثلة من خلالها سوف نزيد في عملية الفهم قال تكون متتالية إلي أن وكل هذه الأمثلة مقتبسة من الباكالولات الجزائر إذن إلي سفر يسوي لنا النصف وعطيت لنا علاقة تراجعية ها هي أبنائي أمامكم ها هي العلاقة التراجعية قال مثلا في المثال الأول قال السؤال الأول أحسب إلي واحد وإلي ثنان نقوم بحساب إلي واحد هنا ما علينا أبنائي إلا أن نعوذ بماذا؟ نعوذ هنا بسفر وهنا بسفر لنتحصل على إلي كم هنا؟ واحد يصبح يسوي لنا إثنان على خمسة إلي سفر زائد واحد على خمسة تصبح ماذا تسوي لنا؟ تسوي لنا إثنان على خمسة إلي سفر ها هي قيمته اللي هي نصف زائد واحد على خمسة تصبح لنا ماذا إثنان على عشرة زائد واحد على خمسة نضرب هنا نواحد المقام وهنا نواحد المقام تصبح لنا كم أربعة على عشرة ويمكن هنا كذلك التفكيك تصبح الاختزال تصبح لنا إثنان على خمسة ها هي إلي واحد إلي إثنان كذلك هنا نعطي لهذا واحد وهذا واحد وإلي واحد ها هو نأتي به ونعوذه هنا هذه اللي تسمى المتتالية التلاجعية هذا فيما يخص كيفية حساب الحدود لكن هدفنا هو بين أنه من أجل كل آن فإن هذه العبارة محققة هذه العبارة يعني هنا بما أن الخاصية متعلقة بالأعداد الطبيعية لأنها هو آن عدد طبيعي هنا نستعمل لأبنائي بدون أن نفكر البرهام بالتلاجع إذن نقول بداية التلاجع واحد بداية التلاجع من أجل أن يساوي السفر لاحظوا إلى من أجل أن يساوي السفر معناه إلي سفر كم يساوي ها هو أبنائي أمامكم هو النصف والنصف مهما كان أكبر من الثلث أن هذه سفر فاصل خمسة وهذه سفر فاصل ثلاثة وثلاثون إذن أكبر إذن نقول ماذا بي لي سفر محققة فقط من أجل من من أجل آن كم يساوي يساوي السفر هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية قلنا مرحلة الفراضية ونفرض ونفرض أن بي لي آن كيف هي محققة ما معنى بي لي آن محقق معنى هذا الشيء الذي أعطي لنا أن نبرهنه طلب مننا هذا نفرضه أي ماذا أي أنه إي لي آن أكبر من ثلث وماذا ونبرهن ثالثا ونبرهن ماذا أبنائي صحة من صحة القضية بي لي آن زائد واحد أي ماذا أبنائي أي أنه التي نبرهنها وعلينا أن نتأكد من برهنتها أنه يجب أن نقول أنه إي لي آن زائد واحد يجب أن يكون أكبر من ثلث ما معنى معنى هذه العبارة التراجعية يجب أن نثبتها على أنها أكبر من ثلث تابعوا دائما لكي تبرهنوا على هذه العلاقات أبنائي هنا لا تتعبوا عقولكم إنما أمرها جد 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 بسيط نقول ننطلق دائما من الفراضية ها هي الفراضية التي وضعتها هنا باللون الأحمر نقول لدينا ماذا لدينا إي لي آن قلنا أكبر من ثلث ونصل أبنائي إلى هذه فقط لحصر هذه العبارة هذه المتابعين هنا ما رأيكم أبنائي لو نضرب كلا الطرفين لكي نصل إلى هذه القيمة لأن هذه القيمة هي إي لأن زائد واحد نضرب في إي ثناني على خمسة ونضرب في إي ثناني على خمسة لم أفعل شيء تصبح لنا إي ثناني على خمسة إي لأن أكبر من ماذا؟ من إي ثناني على خمسة عشر ركزوا ما رأيكم أبنائي ماذا ينقسون؟ ينقسون هذا العدد المجب نضيفه من هنا واحد على خمسة ونضيف هنا واحد على خمسة ودقيقوا بأم أعنيكم سبح لنا إثنان إي لأن على خمسة زائد خمس أكبر من ماذا؟ من هذا زائد هذا اللي هو الثلاثة على ماذا؟ ثلاثة على ركزوا جيدا قل ثلاثة نعم ليس الثلاثة نسينا أن نوحد المقام ركزوا أرجوكم هنا نضرب في ثلاثة ونضرب هنا في ثلاثة فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا خمسة عفوا خمسة على خمسة عشر لأن إثنان زائد ثلاثة خمسة اللي هي كم؟ تصبح ركزوا أرجوكم بأبسط طريقة ممكنة وتابعوا معي أبنائي تصبح لنا هذه العبارة عبارة من؟ عبارة إي لأن زائد واحد ها هي أمامكم لهي إي لأن زائد واحد أكبر من ماذا؟ أقوم بعملة القسم من هنا بخمسة وهنا بخمسة تصبح لنا واحد على ثلاثة وهو الجواب بكل بساطة ها هو أمامكم ومنه ماذا نقول؟ ركزوا ومنه ومنه بي لأن زائد واحد كيف هي أبني؟ محققة من أجل من؟ من أجل أن زائد واحد وفي الأخير ومنه وأخيرا 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 إي لأن أكبر من الثلث هذه التي طلبت في البرهان الأصلي دائما أرجع إلى البرهان الأصلي أن نطلب مننا أبني أن نثبت هذه المتبينة المترجحة تابعوا جيدا نأتي الآن ها هو مثال آخر مكثر الأمثلة حتى تعلموا أبنائي هنا عندنا مثال آخر كذلك قال باستعمال الاستلال بالترجع أثبت هذه نقول هنا من أجل أن كم يساوي؟ أن يساوي السفر تصبح لنا ها هي إي لسفر إي لسفر يساوي ستة وستة أكبر من؟ ماذا أبنائي؟ من إثنان على ثلاثة نقول نفرض ماذا؟ نفرض أن ماذا؟ أن بي لأن كيف هي؟ محققة محققة ما معنى؟ معنى أن إي لأن أكبر من إثنان على ثلاثة ونبرهن ماذا أبنائي؟ صحة ماذا؟ صحة بي لأن زائد واحد من أجل ماذا؟ من أجل أبنائي من أجل آن زائد واحد ما معنى؟ معنى أن ننطلق دائما من مرحلة الفراضية التي ها هي أعطيت لنا نقول لدينا ماذا أبنائي؟ لدينا إي لأن أكبر من إثنان على ثلاثة ويجب أن نجد نصل إلى هذه العملية ما رأيكم أبنائي لو نضرب في نصف كلا الطرفين؟ هكذا وهكذا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا واحد على إثنان إي لأن أكبر من هذا يذهب مع هذا تصبح لنا ثلث ما رأيكم أبنائي لو نضيف ثلث إلى كل طرف؟ نضيف هنا واحد على ثلاثة ونضيف هنا واحد على ثلاثة مثل ما أرى هنا في هذه العبرة دائما بلغة الجزائر نبنيوها حتى نرى دائما ما هي العمل القاتل التي توصلنا إلى هذه العبرة فقط نكمل هنا هذه ما هي أبنائي هي إي لأن زائد واحد أكبر من هذا مع هذا وهو إثنان على ثلاثة ها هي أصبحت بي لأن زائد واحد أبنائي كيف هي محققة فقط وأخيرا ماذا نقول؟ ومنه ومنه إي لأن أكبر من إثنان على ثلاثة ها هو البرهن بالتراجع نأتي بعدما أكملنا مع هذه يمكن أن نأتي مثلا إلى هذه هذه كذلك تشبهها يا أبنائي ونتابع جيدا من أجل آن كم يساوي آن يساوي السفر تصبح لنا إي لسفر يساوينا واحد وهي أقل من الإثنان إذن محققة إذا القضية من هي التي محققة هي بي لسفر ونبرهن عفوا ونفرض أبنائي أن بي لأن كيف هي محققة ما معنها محققة أبنائي؟ معنها أن هذه التي أعطيت لنا وطلبت أن نبرهنها لهي إي لأن أقل من إثنان ونبرهن صحة ونبرهن صحة ماذا؟ صحة بي لأن زائد واحد ما معنى بي لأن زائد واحد؟ معنى نبرهن هذه العلاقة يا أبنائي التي تظهر هنا أنها أقل من ماذا؟ أقل من إثنان قلت دائما يا أبنائي ننطلق من مرحلة الفراضية هذه هي دائما هي بداية التراجع تصبح نقول لدينا ماذا أبنائي؟ لدينا إي لأن أقل من إثنان علينا أن نصل إلى هذا الأمر ما رأيكم أبنائي لو نضرب كلا الطرفين في ثلاثة ومن هنا في ثلاثة تصبح ستة ونضف من هنا إثنان ونضف من هنا إثنان فتصبح لنا ثلاثة إي لأن زائد ماذا؟ زائد إثناني أقل من ماذا؟ من ثمانية ما رأيكم بما أن هذه مقسومة على أربعة وأربعة مجب يعني لا يحدث أي إشكال بالنسبة إلى المتبينة هكذا نقسم على أربعة فتصبح هذه ما هي يا أبنائي؟ هذه هي الإي لأن زائد واحد انظروا بأم أعينكم إذن تصبح لنا ماذا إي لأن زائد واحد أقل من ماذا؟ وهذه تعطي لكم إثنان وهي محققة بكل بساطة هكذا تابعوا جيدا يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كنا مرة في البرهان وظهرت لنا أنها هنا خمسة هل أنها هو طلب مننا أن تكون أقل من إثنان ونحن وجدناها أقل من خمسة هل هي محققة؟ لا هذا غير محقق إذاروا قال يقول أحدكم يا أستاذ وإذا وجدناها مثلا هكذا هذا وجدناها هنا مثلا وجدناها هنا واحد هل هو طلب مننا أقل من إثنان؟ نعم إنها محققة الذي أصغر من الواحد يكون أصغر من إثنان هذه مقبولة يعني هذا الأمر مازال محصور أما العكس إذا كانت هنا الخمسة الذي أصغر من الإثنان لاحظوا جيدا إذا الذي أصغر من الخمسة لا يعني أن أصغر من الإثنان لأن الأربعة موجود وهذا يحطم هذه العلاقة إذن ومنه نقول ومنه ماذا أبنائي ومنه بي لأن زائد واحد كيف هي محققة بأبسط طريقة نأتي الآن أبنائي إلى المثال هذا نتركه لكم أنتم قموا بعمليتي لأنه هو أمر بسيط إلا أن هنا إحذاروا أن هذا العدد لا تتركه هنا إنما أتوا به إلى هنا حتى لا يحدث لكم إشكال يعني تصبح إي لأن زائد واحد تصبح لنا إي لأن زائد أربعة على ثلاثة فقط نأتي الآن إلى هذا المثال الأخر للمتتالية إي لأن معرفة بإي لصفر يساوينا ثلاثة واحد وقال برهم بالتراجع من أجل كل إذن هنا لا نخاف لأن الأمور كلها متشابهة نقول بما أن بأبسط طريقة ركزوا أبنائي بما أن بما أن من أجل أن يساوينا كم من أجل أن يساوي لنا صفر تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا لهو الواحد الواحد ما زال محصور يا أبنائي بين الستة والواحد يقول أحدكم كيف هو أكبر أو يساوي الواحد؟ نعم لنا أكبر أو يساوي لم نقول أكبر تماما لو قلنا هذه المصطلحة كذا هذا غير موجود في الرياضي أما أكبر أو يساوي ما زال الواحد له أمل في الدخول في تلك المجال إذن هنا تصبح لنا بي لصفر كيف هي محققة نقول ونفرض أن ماذا؟ ونفرض أن بي لأن محققة ما معنى بي لأن محققة أبنائي؟ معنى هذا الشيء اللي هي إي لأن محصور ما بين الستة والواحد ونبرهن صحة ونبرهن أبنائي صحة ماذا؟ بي لأن زائد واحد أي ماذا أبنائي معناه؟ نبرهن على أن الإي لأن زائد واحد ما زال محصور كذلك ما بين الستة والواحد دائما ماذا تقول القاعدة؟ ننطلق من الفراضية نقول لدينا هذا الأمر تابعوا نقول لدينا أن الإي لأن دائما لما تصل إلى البرهان انطلقوا من الفراضية نقول أن الإي لأن محصور ما بين الستة وماذا والواحد ودائما تكون أعيننا على هذه العبارة لكي نصل إلى حصرها إذن ما رأيكم أبنائي لو نضرب هنا في خمسة ونضرب من هنا في خمسة ومن هنا في خمسة تصبح هنا خمسة وهنا ثلاثون هكذا لأن ضربت في خمسة ما رأيكم أبنائي لو نضيف ستة إلى كل طرف؟ نضيف من هنا ستة ونضيف من هنا ستة ونضيف من هنا ستة ودقيقوا بأم عينكم ركزوا تصبح هنا كم أبنائي؟ لاحظوا نقطة بنقطة تصبح لنا إحدى عشر أكبر من إي لأن زائد واحد أقل أفوا إي لأن زائد واحد ومن هنا أقل من ستة وثلاثون بما أن الأعداد كلها مجابا ينقصنا شيء اسمه الجذر نجذر عفوا عفوا عذروني أبنائي عذروني هذا خطأ صدر مني لا لا لم هنا تبقى الكتابة كما هي اللي هي خمسة عذروني أبنائي إي لأن زائد ستة ها هي العبارة ينقصها الجذر إذن هنا نجذر هكذا ولأنها أعداد مجابا لا تحدث لنا أي إشكال تابعوا هنا تعطي لنا ستة وهنا تعطي لنا إي لأن زائد واحد ومن هنا تبقى لنا اللي هي جذر 11 لكن لا ننسى أن الجذر 11 أكبر أو يسعينا واحد إذن لم يحدث أي إشكال في عملية الحصر لأن 11 جذر 11 أكبر من الواحد إذن ما زالت محققة معنى هذه العبارة ما زالت محصورة ما بين الواحد وما زالت ما بين الستة ومنه ماذا نقول ومنه بي لأن زائد واحد محققة محققة من ماذا من أجل من أجل أبنائي من أجل آن زائد واحد وأخيرا ماذا نقول وأخيرا إي لأن محصورة ما بين الستة والواحد فقط نأتي الآن كذلك إلى ها هو مثال آخر أبنائي إلا أن هذا المثال لا يتعلق بعملية الحصر إنما برهان بالتلاجع من أجل أن المتتالية تكون متتالية ثابتة أولا قال مثلا لاحظوا أحسب إي لواحد يمكن أن نقوم بحساب إي لواحد هنا بهذه العبارة التلاجعية لأن نعطينا إي لسفر إذن إي لواحد نعوذ هنا قلنا في الأمر الأول هنا بسفر وهنا بسفر على ماذا نتحصل؟ نتحصل على إي لواحد يساوي لنا إثنان على ثلاثة الإي لسفر كم أبنائي ها هو أبنائي اللي هو إثنان زائد ماذا؟ زائد واحد يصبح لنا كم أبنائي؟ يصبح لنا أربعة على ثلاثة زائد واحد يمكن أن نوحد هنا المقام وهنا المقام يصبح لنا السبعة على ثلاثة هذا فيما يخص حساب الحدود لو يريد مننا أن نحسب إيلي إثنان هنا نعوذ بواحد وهنا بواحد لكن إيلي واحد ها هي قيمة نأتي بها ونعوذها هنا هذا فيما يخص حساب الحدود لكن هدفنا هو السؤال اللي هو البرهان بالتراجع هنا للبرهان بالتراجع أبناء قال برهم بالتراجع أن فيليان متتالية ثابتة ليس الإيليان نتابع جيدا هكذا بهذه البساطة نتابع هنا أبناء إذن كيف يمكن أن نبرهن على متتالية أبنائي أنها ثابتة نقول تكون لاحظوا تكون فيليان متتالية ثابتة إذا كانت جميع ماذا جميع حدودها كيف هي أبنائي متساوية أي ماذا أي أنه إيليان تساوي إيلي سيفر وتساوي إيليان زائد واحد لكن هنا المتتالية ليس إيليان إنما هي فيليان إذن نقول فيليان 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 معنى فيليان وفيلي سيفر وفيلي آن زائد واحد كلهم لهم نفس القيمة تابع أولا نقوم بحساب فيلي سيفر فيلي سيفر يساوي نأتي بالعبارة كما هي أبنائي ها هي أمام أبناءكم ولاحظوا سوف نقوم بحساب فيلي سيفر إذن فيلي سيفر تساوي لنا هنا سيفر وهنا سيفر وهنا سيفر ماذا ينتج toothpaste يصبح لنا فيلي سفر سعيدنا إلي سفر ها هي إثناني زائد إثناني على ثلاثة كل قوى صفر هي واحد تسعيننا كم ثلاثة إذن ما معنى معنى أن فيلي سفر يسعيننا ثلاثة هذه سوف نأتي إلى فيلي واحد لكي نثبت بداية تراجع أنها محققة تابعوا فيلي واحد يسعيننا ماذا يسعين إلي واحد زائد اثناني على ثلاثة الكل قوى ماذا قوى واحد الإي لواحد أبنائي قمنا بحسابها هي اللي هي 7 على ماذا 7 على 3 ركزوا أبنائي تصبح لنا تساوي ماذا 7 على 3 زائد ماذا دقيقوا معي هنا أبنائي إذن 7 على 3 قمنا زائد 2 على 3 تساوي لنا ماذا 9 على 3 ويساوينا 3 إذن ما معنى بداية التراجع يعني من أجل أن يساوي السفر كيف نقول نقول بي لسفر كيف هي أبنائي محققة لماذا لأن ذي لواحد يساوينا ذي لسفر بهذه البساطة ثم ماذا نقول بعدها إذا ركزوا مع هذه الأمر إذن البداية أنها أصبحت أنها قيمها ثابتة يعني هي بكل بساطة يعني مستقلة عن أن الآن نقول ونفرض أن ماذا أن بي لآن كيف هي محققة من أجل ماذا من أجل أن يساوي لنا الصفر عفوا من أجل أن يساوي من أجل أن من أجل أن أي ماذا أي أن في لآن قلناها كم نجعلها تساوي تساوي لنا ثلاثة يعني قيمتها تساوي لنا ثلاثة ركزوا أرجوكم حتى تعلموا إلى هذا البرهان من هذا النوع لأنه يحتاج نوع من الذكاء تابعوا ونبرهن ونبرهن ماذا أبنائي صحة القضية بي لآن زائد واحد أي أن ماذا أي أن نثبت على أن في لآن زائد واحد هي كذلك أبنائي تساوي لنا كم تساوي لنا ثلاثة هذا هو الأمر الذي عليكم أن تفهموا إذن لحظتم يعني قلت في الأول أثبتنا أن الحد الأول والحد الثاني متساويا متساويا كلاهما أخذ القيمة ثلاثة ثم التي طلبت مننا هذه التي طلبت أن نثبتها نفرضها أنها تساوي لنا ثلاثة ونثبت في لآن زائد واحد أنها تساوي ثلاثة لإثبات ذلك قلنا دائما ننطلق من مرحلة الفراضية نقول لدينا تابعوا جيدا نقول لدينا ماذا لدينا أن في لآن تساوي لنا الثلاثة ركزوا أرجوكم ونأتي إلى في لآن زائد واحد يجب أن نقول على أنها تساوي لنا الثلاثة ما معنى؟ معنى نضيف هنا نضيف هنا واحد ونضيف هنا واحد ونضيف هنا واحد ونثبتها على أنها هي نفسها تساوي لنا الثلاثة تعالوا تصبح لنا ماذا أبني؟ تصبح تساوي إي لآن زائد واحد إي لآن زائد واحد ها هي قيمتها ما هي قيمتها هي 2 على 3 إلي آن زائد واحد زائد 2 على 3 الكل قوة آن زائد واحد دقيق أرجوكم كيف يمكن أن نتخلص ونثبت على أنها تساوي لنا كذلك ذي لأن زائد واحد كذلك تساوينا الثلاثة تصبح تساوي ركزوا أرجوكم ما رأيكم أبنائي لو نأتي مع هذا وهذا ونستخرج آن 2 على 3 كعام المشترك تصبح لنا 2 على 3 في ماذا في إلي آن زائد ماذا 2 على 3 الكل قوة آن وهنا الزائد واحد هذا لا دخلنا فيه لم ندخله في الحساب أصلا يقول أحدكم لم نفهم يا أستاذ أعيد النشر هذا في هذا 2 على 3 وهذا في هذا بما أن هذا الواحد فيجمع مع الآن فتصبح آن زائد واحد هكذا حتى يفهم الجميع لكن ماذا قلنا على هذه العبارة هذه العبارة لمن يا أبنائي دقيقوا أرجوكم أليس هذه العبارة لو تلاحظوا وتتابعوا معي هي نفسها للذي لآن نعم إنها ذي لآن إذن تصبح لنا ماذا تصبح لنا ذي لآن زائد واحد يسوينا 2 على 3 ماذا ذي لآن ركزوا زائد هنا عندنا واحد ولكن قلنا من البرهان بالتراجع أن في لآن كم تسوي؟ يسوينا ثلاثة إذن نأتي بتلك الثلاثة ونعوضها في هذا الموضع وركزوا بأم أعينكم هل نصل أم لا تصبح لنا ذي لآن زائد واحد يسوي لنا 2 على ثلاثة في الفي لآن قلنا من البرهان بالتراجع من الفرض يقلناها تسوينا ثلاثة زائد واحد يذهب هذا مع هذا سبح لنا 2 زائد واحد وتسوينا ثلاثة هذه قد ها هي قد ظهرت نقول ومنه ماذا ومنه بي لآن زائد واحد كيف هي محققة بأبسط طريقة ممكنة أي ماذا أي أن في لآن متتالية ثابتة بأبسط طريقة ممكنة فقط الآن بعدما أكملنا مع هذا المثال نأتي أبنائي إلى هذا المثال قال إي لآن المتتالية العددية المعرفة بي كذلك قال أثبت بالتراجع نقول أن هنا كذلك من أجل أن يسوي لنا الصفر هل هذه محقق نعم هذا محقق لأن ثلاثة عشر على أربعة محصورة إذن ثلاثة عشر على أربعة ما زالت محصورة ما بين الأربعة وما بين الثلاثة لأن هذه تعطي لكم ثلاثة فاصل إذن ماذا نقول نقول هنا بي لصفر كيف هي أبنائي محققة بأبسط طريقة نقول ونفرض أن ماذا أن بي لآن محققة أي هذا الشيء الذي طلب مننا أن نبرهنه لهو إي لآن محصورة ما بين الأربعة والثلاثة ونبرهن ماذا أبنائي ونبرهن صحة من بي لآن زائد واحد ركزوا هنا كيف تتم عملية البهانة إذن نقول لدينا ماذا لدينا من الفراضية دائما ابنوا على الفراضية أن إي لآن أقل من الأربعة وأكبر من الثلاثة لكن علينا أن نصل إلى هذه القيمة هذه القيمة أبنائي نصل إليها بعملية تسمى عملية الحصرة تابعوا جيدا هذه العملية لاحظوا كيف نصل إلى إي لآن زائد واحد أنها محصورة ما بين الثلاثة والأربعة ما رأيكم أبنائي لو ننقص ثلاثة تصبح لنا إي لآن ناقص من هنا الثلاثة ومن هنا أربعة ناقص ثلاثة ومن هنا أربعة عفوا ومن هنا ثلاثة ناقص ثلاثة يعني أريد أن أصل إلى هذه تصبح لنا من هنا لاحظوا من هنا الصفر ركزوا إذن من هنا يصبح لنا الصفر ومن هنا يصبح لنا كم أبنائي يصبح لنا واحد هنا واحد لاحظوا ها هو واحد ثم ماذا ينقص يا أبنائي ينقص أنه نضيف الجذر نجذر هكذا ونجذر هكذا لأنها قيم كلها مجابة تصبح لنا هنا الصفر وهنا ماذا هنا إي لآن ناقص ثلاثة تحت الجذر وهنا واحد ماذا ينقص ينقصون العدد كم ثلاثة نضيف من هنا الثلاثة ونضيف من هنا الثلاثة ونضيف من هنا الثلاثة ودققوا بأمي عينكم هل وصلنا أم لا أليس هذه يا أبنائي هي إي لآن زايد واحد نعم هي إي لآن زايد واحد ومن هنا الأربعة ومن هنا الثلاثة اذا زائد واحد كيف هي محققة. واخيرا ماذا نقول ومنه اي لان محصورة ما بين الاربعة والثلاثة بابسط طريقة ممكن فقط ابناء. بعد ما اكملنا مع هذا المثال نأتي الى هذا المثال كذلك. قال هنا اي استعمل الدواء المرفقة. قال بين ان الدلة اف متزايدة. الدلة لاحظوا معرفة من صفر الى زائد ما لا نهاية. اذا هنا اولا نأتي الى حساب المشتقة. اف فتحة لاكس تساوي. بما انها دل يعني دل اه دل ناطق يصبح مشتق البسطي. لهو كم هذا ينزل في هذا تصبح لنا اربعة اكس. في المقامي. اذا مشتق البسطي في المقامي. ناقص مشتق المقامي. هو الواحد في البسطي. هكذا. على المقامي مربع. هكذا. تقول القائدة. تصبح لنا كم ابني? تعالوا. هذا في هذا يصبح لنا اربعة اكس مربع زائد ماذا? زائد ستة عشر اكس. ناقص اربعة اكس مربع على اكس زائد اربعة الكل مربع. لم افعل شيء انما قمت بعملية النشر. يذهب هذا مع هذا. تصبح تسوي لنا ستة عشر اكس على اكس زائد اربعة ابنائي مربع. هذا كيف هو? هذا مجب تماما. لماذا? لان الدل لاحظوا اين معرفة. وهو مجب. معرفة من الصفر الى زائد منه. وهذا كذلك مجب تماما تابع. تنعدم عند الصفر فقط. اذا هو قال متزايدة. اذا هذه العبارة. هذه العبارة ابني هي مجابة. او تساوي صفر. لماذا? ناقص. والدل معرفة من هنا الى هنا. تصبح كيف هي ابني تصبح متزايدة. ها هو الان قد برهنا ذلك. اركزوا ارجوكم. الدل لاحظوا انها كيف هي متزايدة. الان ثم جاء السؤال الذي جاء بعده. لاحظوا. قال لتكن ايلي ان معرفة متتالية معرفة بحد. وعبارة العبارة الترجعية. ها هي العبارة الترجعية. تابعوا هكذا. ما معنى? معنى في كل وضع ايلي ان. نأتي بعبارة. ها هي عبارة ابناء الف لكس ونعوذ كل بماذا؟ بي لان. تابعوا جيدا. معنى تصبحونا هكذا. تصبحونا ايلي ان. وهنا ايلي ان. وهنا ايلي ان. ضعوا في كل مكان من الاكس ايلي ان. السؤال ما هو البرهن بالتلاجع انه من اجل كل. يريد انه برهن هذه. نقول اولا من اجل الان كم يستوي السفر. من اجل الان يستوي السفر ها هي القيمة. لهي الثلاثة. ثلاثة في الاصل هي اقل او يستوينا ثلاثة وهي اكبر من السفر. اذا كيف هي ابني محققة فقط. اثبتناها ان محققة. الان نقول ونفرض ان ماذا? ونفرض ان ان محققة. ركزوا. ما معنى? معنى هذه التي اعطيت لنا ان طلبت منا ان نبرهن نفرضها ان محققة. كيف نفرضها? ان نقول مثلا نقول اي لان هي محصورة ما بين الثلاثة والصفر. ونبرهن. ركزوا. ونبرهن صحة ماذا? صحة بي لان زائد واحد. ما معنى بي لان زائد واحد? معنى علينا ان نبرهن يا ابني على ان ماذا? على ان اي لان زائد واحد محصورة ما بين الثلاثة والصفر. ما معنى ذلك? لاحظوا جيدا. معنى كأنما اريد من هنا اي لان وهنا ال اي لان وهنا ال اي لان. كأنما يريد من ان نثبت ان اثنان اي لان مربع على اي لان زائد اربعة هذا كذلك محصور ما بين الثلاثة والصفر. الان هنا هل يمكن ان ندخل في في علم? اللي هو الحصر? لا. لا ندخل في هذا علم الحصر ربما نجد تناقضات عدة وعددة. هنا ابنائي دائما استغلوا كلمة موجودة هنا الوهية اف متزيدة تماما. هذه الكلمة عليكم بحفظ هذه الخطة. لما يعطيكم هذه العبارات السعبة التي فيها الكسور وما اشبهها ذلك. ويعطيكم علاقة مع الاولى مع الدالة لا يقول اثبت انها متزيدة. نقول اولا بداية الترجع. الفرضي نقول لدينا من الفرضية. الفرضية قلنا ان هذه اللي هي اي لان محصورة ما بين الثلاثة والصفر. هذا امر مفروق منه. لكن نقول بما ان بما ان الدالة المرفقة. 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 وهي اف. كيف هي? متزيدة تماما. على المجال ما هو المجال الذي نحتاجه فقط. في هذا المجال لا يهمنا المجالة الاخرى. هذا المجال الذي تتحرك فيه الالي اي لان. على المجال ما هو ابني منها من الصفر الى الثلاثة. هي بالرغم هي متزيدة على كل هذا المجال من الصفر الى الزلاثة. لكن نحن نحتاج مجالنا الصغير فقط لهو من الصفر ابني اي. الى ماذا? الى الثلاثة. ركزوا ارجوكم. فتقول القاعدة بما ان الدالة متزيدة وهذه درستمها. فيمكن ادخال الاف في كل طرف بدون احداث اي ازعاج. يعني هنا الاف وهنا اف وهنا اف. لان ماذا? لان الدالة متزيدة. معنى تصبح لنا هكذا اف لي اي لان. وهنا اف لمن? لثلاثة. وهنا ماذا? اف لسفر. لان الدالة قلت متزيدة. الان بما ان سوف نعوذ كل اف. نعوذ هنا ماذا? بالسفر. عوذ هنا سفر. 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 تعطي لكم كم سفر. اذا هنا سفر. هذه واحدة. وهنا اف لالي اي لان. قلنا ما هي? هي الالي اي لان زايد واحد. تذكروا ذلك. يقول احدكم اين هذا المصطلح? ها هو امامكم. ها هو. نأتي الان الى اف لثلاثة. كذلك نعوذ ابنائي بثلاثة. هنا بثلاثة. وهنا بالثلاثة. وهنا بالثلاثة. تصبح لنا كم هذه? تسعة في اثنان. هي كم? تمانية عشر. على ماذا? لاحظوا جيدا. ودقيقوا. اعيد. قلنا سيب الثلاثة حتى لا نخطئ. وانا هنا الثلاثة. وهنا ثلاثة. وهنا الثلاثة. هذه كم? تسعة. تسعة في اثنان. ثمانية عشر. على ماذا? على. عوضنا بالثلاثة على السبعة. ركزوا جيدا. ارجوكم. لهي كم? لاحظوا نقطة بنقطة. اذا عوضنا قلنا كم? لهي ثمانية عشر. على ماذا? على سبعة. والثمانية عشر على سبعة. يا ابنائي لا تنسوا انها هي ماذا? هي اثنان فاصل. لهي اقل من ثلاثة. لاحظتم? هل بقيت معناها العبارة? هذه العبارة معصورة ما بين الثلاثة والصفر نعم. ومنه ماذا نقول? ومنه اي ليان زائد واحد معصورة ما بين الثلاثة ابنائي وضاء والصفر. لاحظتم? نقول ومنه بي ليان زائد واحد كيف هي ابنائي محققة? يقول احدكم لماذا لم تخرج ثلاثة اياه? ابنائي المهم تخرج قيمة اصغر من اثنان. من ثلاثة. اذا نقول ومنه اي ليان محصورة ما بين الثلاثة وماذا هو السفر بابسط طريقة ممكنة فقط. الان بعدما اه تأكدنا من هذا البرهان نأتي الى مثال اخر. هذا كذلك كلها امثلة واردت في البكالوريات السابقة. عندنا لاحظوا نعتبر الدل الاف معرفة على المجال من واحد الى اثنان بالعبارة. قال بيان ان الدل اف متزايدة. لاحظتم هذا السؤال كم هو مهم في البكالوريات اذا. الدل متزايدة. اذا مهنا مباشرة نقوم بحساب المشتقة. مشتقي البسطي في المقامي. ناقص مشتقي المقامي لهو ناقص واحد فقط لان اربعة اضافي الصفر الى في اكس زايد اثنان على المقامي على المقام مربع. تصبح لنا اف فتحة لكس يسوي لنا. تصبح لنا ناقص اكس زائد اربعة وهذا ومع هذا يصبح لنا كأن زائد يعني لا يؤثر. زائد اكس زائد اثنان على هنا قلنا مربع ناقص اكس زائد اربعة مربع هكذا. الا انه هذا يذهب مع هذا. تصبح لنا ستة على ماذا؟ على ناقص اكس زائد اربعة مربع وهذه قيمة موجبة تماما من مجموعة التعريف هكذا. لان هذا ينعدل عند ماذا؟ عند الاربعة ولكن الاربعة اصلا لا تنتمي الى هذا المجل وهو من واحد الى اثنان فقط. وهذه قيمة ومنه ومنه اف كيف فهي متزايدة. متزايدة تماما على اي. على المجل الذي اعطيه لنا. هذا السؤال الاول. الان بعدما اثبتنا على ان الدالة متزايدة نأتي الى السؤال الذي جاء بعده. قال بي انه من اجل كل اكس من اي. يعني اكس. من اي معناه اكس محصور ما بين الاثنان والواحد هذا هو المقصود. فان اف لكس كذلك تكون محصورة ما بين ماذا ما بين الاثنان والواحد. هذا سؤال مهم. مثل ما تحدثنا بالاول. نقول. نقول اذا كان تابعوا. اذا كان اكس محصور ما بين الاثنان والواحد. والدالة اف. هذه الجملة دائما متزايدة. تماما على ماذا? على ال اي. على تلك المجل اللي هو من هنا الى هنا. ندخل اف في كل طرف ولا نخاف. هنصبح كذا. اف واحد وهنا اف اكس. وهنا اف لمن? لاثنان. وتعالوا نعوذ فقط. اف لواحد هنا واحد واحد واحد. تصبح لنا ثلاثة على ثلاثة وهو واحد. وهنا اف لاثنان. نأتي كذلك لنعوذ بالاثنان. تابعوا جيدا. هنا نعوذ بالاثنان. وهنا بالاثنان. تصبح لنا اربعة على اثنان. وهي اثنان. ها هي امامكم. ولاحظوا. هل تحقق لتلك البرهان ام لا? نقول ومنه اف ل اكس هي كذلك تنتمي الى المجال من واحد الى اثنان. لم تتغير. هذا السؤال يعني هو اكيد سوف يخدم لنا البرهان بالتلاجع. ولماذا لم يطرح هذا السؤال? تابعوا جيدا ابناء ورد جميل. قال ثم ايليان المتتالية العددية المعرفة على ام بالعبارة. يعني ما معنى العبارة معنى هي نفسها العبارة الدالة الا انه في مكان ال اكس وضع الايليان فقط. لاحظوا. ها هي العبارة. واعطي لنا انه كذلك له ايليان زائد واحد. تسوي لنا اف ل ايليان. قال برهن بالتلاجع انه من اجل كل عدد طبيعي ايليان فان ايليان ينتمي الى مثل هذا السؤال. الا هنا الاعداد الحقيقي وهنا الاعداد الطبيعي. ومرات يقول برهن وجود ايليان كذلك. مرات يأتي في صيغات اخرى في البكالوريات. برهن وجود ايليان معنى نفس الشيء. معنى ايليان ينتمي الى تلك المجال. هنا المقصود بما انه هنا لم نبرهن البرهن بالتلاجع لان في عدد طبيعي الحقيقي لكن هنا نبرهن بالتلاجع. لاحظوا. لهذا قال برهن بالتلاجع. حتى ولا ان تجد سؤال برهن بالتلاجع. القل برهن فقط والسؤال متعلق بالعدد الطبيعية. فيمكن ان تبرهن بالبرهن بالتلاجع. نقول من اجل ان في ال peaceful يساوي السفر. تصبح لانا ماذا ايلي سفر. ها هي اعطيت لكم ثلاثة على اثنان. والثلاثة على اثنان هذه تنتمي الى الواحد الى الاثنان. نعم لأنها هذه واحد ونصف والواحد ونصف ينتمي إلى ما بين الواحد والاثنان نقول ونفرض إذن بي لي صفر كيف هي محققة ونفرض أن كيف هي محققة كيف هي محققة إذن ماذا ينتج أبنائي إذن أن بي لي أن محققة معناه أن ما زال معصور ما بين الاثنان والواحد. ونبرهن صحة ماذا? صحة الخاصية زائد واحد. من اجل من من اجل الآن زائد واحد. تابعوا جيدا. نقول دائما ننطلق من الفراضية. ها هي الفراضية. نقول لدينا ماذا ابني? لدينا اي لان محصور ما بين الاثنان والواحد. هذا الامر اول. والدالة المرفقة. والدالة المرفقة. ما هي الدالة المرفقة? اف. متزايدة. ماذا? متزايدة ابني تماما على المجال من الواحد الى الاثنان. رحظتم? اذا ندخل الاف ولا نخاف. ندخل من هنا اف. ومن هنا اف. ومن هنا اف. فتصبح لنا اي لان زائد واحد. هي اف ل اي لان. هنا حسبنا هذه وجدناها اثنان. وهذه حسبناها وجدناها واحد. حسبناها من قبل. حسبناها يعني في الدالة. يعني لا تعبوا عقولكم وتزيدوا مرة اخرى الحساب لان نفس القيم. ومنه بي لان زائد واحد كيف هي ابني? محققة. من اجل من? من اجل الآن زائد واحد. واخيرا ماذا نقول? واخيرا نقول انه اي لان زائد واحد. ان محصورة ما بين الاثنان والواحد. بهذه البساطة المطلقة. لاحظتم يعني ابنائي? يعني هي امور جد جد بسيطة بكل بسيطة. نأتي ابنائي لهذا المثال. قال يمكن التفكير في استعمال بالتلاجع للبرهان على صحة خاصية متعلقة بالعدد الطبيعي. مثل ما عندنا ومثال اثبت انه من اجل كل عدد طبيعي. اذا نبرها بالتلاجع. لا جد. اربعة قوة ان زائد ابنائي. اربعة قوة ان زائد اثنان انه مضاعف للعدد ماذا? للعدد ثلاثة. معناه مهما وضعنا قيمة لان ونجد. تعال نقول من اجل. تابعوا جيدا. من اجل ان في الاول يساوي السفر. تعالوا نعوذ هنا ابنائي بالسفر. تصبح لنا اربعة قوة سفر زائد اثنان. اربعة قوة صفر هي واحد واحد زايد اثنان يستعينا الثلاثة. والثلاثة لو نقسمه على الثلاثة يعطينا واحد ولا يوجد باقي اذا يقبل القسمة. اذا ماذا نقول? نقول بي لي صفر كيف هي ابني محققة. نقول ومرحلة الثانية ونفرض ان الخاصية ما هي? بي لي ان كيف هي ابني محققة? ما معناها محققة? معناها اربعة قوة ان زائد اثنان مضاعف ماذا? للعدد ماذا? للعدد ثلاثة. هذه الفراضية. ونضرهن ابناء صحة ماذا? صحة بي لي ان زائد واحد. ما معناها بي لي ان زائد واحد? عناها اربعة تصبحونا نوضيف الواحد. معنا تصبح لنا اربعة قوة ان زائد واحد زائد اثنان. هذه لا جدال. مضاعف لمن? مضاعف للعدد ثلاثة. تابعوا جيدا. لكن دائما القاعدة تنطلق من الفراضية. اركزوا ارجوكم. ما اذا? قال بي لي ان محققة? ما معناها بي لي ان محققة? يعني هذه نأتي الى الفراضية. نقول اربعة ان زائد اثنان يقبل القسمة على ثلاثة معناه يستعينا ثلاثة ك. ما معناه? معناه اي عدد يقبل القسمة على ثلاثة يستعينا ثلاثة في ك. هذا لا جدال. اذا قلنا مثلا نركزوا. اذا قلنا مثلا اثنى عشر تقسيم ثلاثة يستعينا اربعة. ماذا نقول? نقول انه ماذا? نقول ان بكل بساطة ان هذا هذا اثنى عشر. ماذا يستعينا? يستعينا ثلاثة في ك لهو في اربعة. ها هو امناء يا مامكم. كذلك هذا يعني طابقها كأنما هذه هي الاثنى عشر. كأنما. حتى اسهل عليكم الشرح. ركزوا هنا ابنائي. لو نأتي بهذه القمة ونضعها هنا تصبح لنا اربعة قوة ان يسعي لنا. ثلاثة ناقص اثنان. هذه من من الفرضية استنتجتها. من هذه الفرضية. نأتي الان الى البرهان لنثبت على انه اربعة قوة ان كذا زائد واحد زائد اثنان كذلك تقبل القسمة. نقول لاحظوا جيدا. ها هي العبارة. هذه نريد ان نثبتها. هذه الاولى. ليه اربعة قوة ان زائد اثنان. فرضناها. ونريد ان نبرهن اربعة قوة ان زائد واحد زائد اثنان على الخط انها تقبل. لاحظوا جيدا. نقول. لدينا ماذا? لدينا اربعة قوة ان زائد اثنان زائد واحد زائد اثنان تساوي. يمكن ان نفككها ما هي? هي اربعة قوة ان في اربعة زائد اثنان. لم افعل شيء. قموا بعملة جمع الاسس. ها هو الاسس. اجمعوا هذا مع هذا. سبح لكم اربعة قوة ان زائد واحد زائد اثنان. لكن لا ننسى ابنائي. ودققوا ارجوكم. لا ننسى انه اربعة قوة ان هذه التي تلاحظون هي نفسها هذه القيمة من الفراضية. نأتي بها ونعوضها هنا. تصبح لنا اربعة قوة ان زائد واحد زائد اثنان. تساوي لنا ماذا ابنائي? تساوي لنا ثلاثة كناقس اثناني. لاحظوا جيدا. في اربعة اللي هو ها هو الاربعة لم يحدث له شيء. زائد اثنان ها هو زائد اثنان. لم افعل شيء ابنائي انما عودت فقط. عودت اربعة قوة ناقس اثنان في مكان الاربعة قوة ان. نكمل هنا عملية. مازلنا مع اربعة قوة ان زائد واحد زائد اثنان. هل تعطينا عدد يقبل القسمة على ثلاثة. لو نعيد هنا عملية النشر ابنائي ماذا تعطينا? تعطينا اثنى عشر كا. انا انشر. ناقس ثمانية زائد ماذا? زائد ابنائي زائد اثنان. تصبح تساوي لنا اثنى عشر كا ناقس ستة. هنا لو نأتي كذلك ونستخرج الستة كعام المشترك. نلاحظ لو نستخرج الستة كعام المشترك. لاحظوا جيدا. انا اخرج الاربعة كعام المشترك. تصبح لنا اربعة. في ثلاثة كا ناقس ماذا? لاحظوا. ناقس. قلت لا يمكن ان نستخرج الاربعة لان الاربعة هنا لا يمكن ان يستخرج. ما رأيكم ان نستخرج مثلا الثلاثة? ثلاثة في ماذا? في اربعة كا ناقس اثنان. تابعوا. اعيد النشر هذا في هذا اثنى عشر وهذا في هذا ناقس ستة. الآن يا ابنائي لاحظوا. اربعة قوة ان زائد واحد زائد اثنان. اعطت لنا عددا هذا العدد بما أن كل عدد يضرب في الثلاثة فهو مضاعف للثلاثة هذا يمكن أن نسميه كافتحة إذن ما معنى أبنائي؟ معنى تصبح لنا أربعة قوة آن زائد واحد زائد اثنان وجدناه يسعيل لنا ثلاثة في كافتحة حيث الكافتحة يسعيل لنا أربعة كا ناقص اثنان إذن هل هذا العدد يقبل القسمة؟ نعم لأنه مكتوب من الشكل ثلاثة كا كل عدد مكتوب من الشكل ثلاثة فيه فهو مضاعف من عدد ثلاثة إذن نقول ومنه ماذا؟ ومنه بيلي آن زائد واحد يا أبنائي محققة بهذه البساطة المطلقة أي ماذا؟ أي أنه أربعة قوة آن زائد اثنان يقبل القسمة أو نقول يقبل القسمة على ثلاثة أو مضاعف للعدد من؟ للعدد ثلاثة بهذه البساطة المطلقة يعني أمور استنتاجية فقط وهكذا أبنائي ونختم